بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواسع إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك إثرى وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومما جاء في برقية جلالة الملك فقد علمت ببالغ الأسى وعمق التأثر نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أحسن الله قابوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان وبهذه المناسبة المحزنة تقدم جلالة الملك باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومن خلاله لأسرته الأميرية الجليلة وللشعب الكويتي الشقيق بأحر تعازي جلالته وأصدق مشاعر مواساته في هذا الرزء الفادح الذي لا رد لقضاء الله فيه دعين العلي القدير أن يعوضهم عنه جميل الصبر وحسن العزاء وقال جلالة الملك وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير الذي فقدت الأمة العربية برحيله أحد قاداتها الحكماء والمحنكين من إنجازات رائدة ومكاسب اقتصادية وسياسية هامة لدولة الكويت الشقيقة والتي بوأتها مكانة وازنة وحضورا فاعلا في محيطها الإقليمي والدولي كما أهلتها للإسهام بكل فاعلية مطبوعة بالحياد والانفتاح في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التفاهم والوئام والتضامن بين بلداننا العربية والإسلامية وأكد جلالة الملك أن المملكة المغربية تحتفظ بكل تقدير للفقد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب وإبداء كل الحرص على ترصيخ علاقات نموذجية بين بلدين والتي ما فتئنا نحرص بدورنا على الدفع بها قدما نحو المزيد من النمو والعطاء وتضرع جلالة الملك بهذه المناسبة إلى الله عز وجل بأن يجزل ثواب الراحل العزيز على ما أسداه لبلده ولأمته من جليل الخدمات وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا وبأن يحفظ سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأسرته الأميرية الكريمة من كل مكروه ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية وطول العمر